السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبايا بقال بعملين ايه اهلا بيكو في فيديو جديد من يوميات ساعة دوراني النهاردة هعمل معاكو اكلة كده بسيطة خالص كان غدانا النهاردة قلقاس وفراغ بلدي وشربة ورز والاكلة الشتوية الغالية على قلبنا اوي 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 وبنحبها جدا 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 هوريكو بقى القلقاس على طريقتي يارب تعجبكو اول حاجة معايا هنا معايا القلقاسايا وزنها اتنين كيلو ونص القلقاس النهاردة كانت كيلو وربع بعشرة في السوق انا حبيت اجيب القلقاسايا كلها على بعضها عشان تبقى سوى واحد اول حاجة قطعت هنا وعندنا برضو فرختين بلدي كده كانوا معا واحدة النهاردة فلاحة يعني كانوا حلوين اوي الفرخة يعني كيلو واحدة كيلو واحدة كيلو وربع مش كبار اوي بس طعمة وكانت نطلع شوية شربة رهيبة اول حاجة قطعت القلقاس مكعبات كده زمانتو شايفين انا يا جماعة من نوع اللي بيخسل القلقاس احنا تربينا على كده انا شفت ماما بتخسله دايما في ناس ما بتخسلوش انا مش عارفة بس انا يعني المادة الجيلاتينية اللي في دي لازم باشيلها بملح ولمون ومية سخنة غسلته كويس جدا 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 زمانتو شايفين كده خلاص بالمية السخنة والملح واللمون مرة واثنين وتلاتة لحد ما خلته بيزيق كده في ايدي تاني حاجة بقى جبت كده بصلتين كبار انا حبيت احشيها مرتا النهاردة بصلتين كبار في الكابة مع قرن فلفل احمر وعليهم شوية ملح وفلفل اصمر والسبع بهارات بس ولا اكتر ولا اقل الفرختين طبعا مخسولين بالدقيق واللمون والملح وزي الفل وعشرة على عشرة خلاص انا حطيت هنا الملح والفلفل والسبع بهارات هدع الكلام ده كله في بعضه وهحشي الفراغ بتاعتي انت لو حابة تحشيها رز بتحشيها بس ايه النهاردة كان قلقاس وكده فانا قلت المرتب تبقى حلوة قوي 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 بالزات في الشربة خلاص انا هنا حشتها مكتفتها اللي هتعالي بقى لازم اكتفت كده عشان تبقي مقدبة بس كده خلاص واحشي التانية برضو الفرخة صحية مش عارفة بتنط من ايدي ليه خلاص كده انا حشتهم خلتهم زي الفل والحشوة راحتها جنان جبت هنا معلقة سامنة بقى وبدأت اشوحهم معلقة سامنة ايه معلقة سامنة بلدي طبعا بقى عشان فراغ بلدي والاكل والدفا والشتا جبت معلقة سامنة بلدي حطيت ورق لورة وحطيت بصل ولادي مش بيحبوا الجزر في الشربة والطماطم في الشربة انا بحطها في شربة الفراخ انا بحطها في اللحمة بحطها في الكوارع في الحاجات دي خلاص انا انا شوحت الفراخ كويس هنزل بالمية بتاعتي واول غلوة ما تغري انا بحب بوطي بقى ايه شمعة كده على اي الحمير وطي عليها شمعة كده خالص تستوي معاك وتبقى طعمها زي العسل لكن طول ما النار عليها لأ مش هتستوي سوى حلوة معاك خالص خلاص جيت هنا بقى حضرت الخضرة بتاعتي دي الخضرة بقى على طريقتي يا جماعة انا لفت النهاردة على سلق ملقتش الصراحة في السوق انا معايا هنا ثلاث حزم كوزبرة خضرة قطعتها ناعم كده زمانتوا شايفين انا ما شلتش العروق بتاعتها ماما كانت معلماني وقالتلي الغزا كله في العروق بتاعت الله يرحمك يا ماما الغزا كله في العروق بتاعت الخضرة فليتر من العروق حطيت التوم كده صحيح خلاص مش بدقه فيه ناس بدقه انا مش بدقه وفيه ناس بتحمره في الاول انا مش بحمره في الاول انا بساويه مع الخضرة ودي التركة بتاعتنا بقى بحط كوزبرة ناشفة وبحط نطرة ماء جربوها كده على طريقتي والله 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 مش هتطلوها الطريقة دي خالص حتى لو في السلق برضو بحط السلق على كوزبرة وبنفس الطريقة اختي بتحلف بالخضرة بتاعت انا الفراغ بدأت تغلي معانا هنوطي عليها النار وهنا ماشيين مع الخضرة وبنبشرها اول ما هتخرفش كده تحت ادية وريحتها تهفف وتطلع والتومة احس اضغط عليها احس ان التومة استوت خلاص يبقى خلاص كده فل الفل ولزل لزل عينب العينب خلاص خلاص شفتوا بقى مش بغمقها ولا سمرها بتمرر يا جماعة وبتخلي القلقس كده ايه اصمر مش اخدر فيه ناس بتغمقها انا بحبش اغمقها خلاص احنا بنحبها خضرة كده حطتها في الكبه بتاعتي كنا زمان بنعملها في الهون كانت ماما حتى تخليني كمان ما حطهاش في الهون لأ كنت دقها في الطاصة تقولي دقها وهي في الطاصة ما كانش في الكبه بقى ولا كلام زي ده كده انا الشربة بتاعت الفراخ خدت منها انا مش عارفة المقطع ده تقطع خدت الشربة بتاعت الفراخ وحطيت بشر طماطم خلاص في قلب في قلب القاس في قلب الشربة بتاعت القلقاس بشر الطماطم بعد كده خلته غلاه وغلا غلوتين بس هو طبعا القلقاس الشتوي هي غلوتين وبيستوي على طول حطت الخضرة بتاعتي بعد ما عملتها في الكبه وتمامت تمام وخلصت كده القلقاس بصف انا الفراخ عشان ابدأ احمرها وجيت هنا بقى في التلاجة لقيت شوية فلفل شتتة كانوا هيبوزوا مني دولهم لا تعالوا بقى تعالوا وينفع طبوزوا ماينفعش حطتهم في الكبه وعليهم شوية ملح وعليهم شوية طم ودرى الطم وحطتهم في علبة احفظهم فين في الفريزر ينفعوني بقى في اي حاجة ينفعوني في دقة بقى ايه دقة سمك ينفعوني في دقة بتنجان كده محمر وجميل البتنجان العروسي الطويل اي حاجة ممكن تقعب يعني مفيش غنى عن الشطة دي اصلا يعني ولا هي ولا الحمرة بس بدأ الميبوز وخسار حطتهم كده في علبة بعد ما ضربتهم في الكبه وحطت عليهم شوية زيت واغطت العلبة بتاعتي وادخلها الفريزر وقت ما حبه طلع منها واخد منها زي ما انا عايز انا كنت وقفة في المطبخ يعني حرام الفلفل داي ايه يضرب او يبوز او كده ودي بقى الصفرة بتاعتنا يا جماعة شوفوا جمال القلقاس وخضار وحلوته والله 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 القلقاس الشتة ده طعم وهم 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 والفراخ البلدي جميلة البلدي اللي يعلى عليه طبعا مش شرط ان هي تكون صغيرة بس اما حاجة طعمها واما حاجة ان فيها فايدة تدي فايدة للجسم كده دلعت الفرختين بتوعي وحمرتهم بحدة سمنة بلدي ومعانا الشربة ومعانا القلقاس ومعانا الرز وقالفة هانا لللي شاف وقالفة هانا لللي هياكل وما تنسوناش باللايك وشير وسبسكرايب ليوميات سعد ورانيا وانتظروني في فيديوهات كتير ان شاء الله بس التشجيع منكو كده عايزة شوية التشجيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياريت اكون ضيفة خفيفة عليكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة